بالنسبة للموضوع إعادة تشكيل الخارطة السياسية بالأسف الشديد لم يعد هناك في ليبيا خارطة سياسية من الأساس حتى يرى تشكيلها الكل مفتت لم يعد هناك تحالف للقوى الوطنية لم يعد هناك فدراليين لم يعد هناك مؤتمر وطني ليس هناك قوية سياسية في الاتفاق السياسية هناك عسكة سيدة حنان الكل مفتت والتحالفات غير واضحة طيب نهائيا لم يعد هناك قوة أو كتلة كبيرة تستطيع أن تتحالف مع القتل أخرى لأن كل الكتل التي تكونت منذ الـ 2011 حتى هذه اللحظة كلها مفتتة ومنقصمة على نفسها فيما يشبه تباعيات الأسراطة لا ربما وبالتالي ما يفعله السراج وما يفعله المجلس الرئاسي هو تنفيذ للإرادة الدولية وليس تنفيذ لأي تحالفات على المستوى السياسي الليبي طيب وهذا ما نراه عندما يخرج معيتيك ويطرح تصريحات اتخذوا عليها مشاريع قوانين نعم فيما يخص تعويضات الجيش الأرلنبي إذن نحن أمام أشخاص ينفذون إرادة دولية ولا ينفذون الجراحة البطنية طيب وضحت